حكومة الاحتلال الاسرائيلي تصر على استمرار فتح جبهات الصراع بدلا من الحلول الدبلوماسية ورغم معاناة جيش الاحتلال من عتاد وافراد على ارض ميدان قطع غزة امام فصائل المقاومة الا ان نتنياهو يواصل سياسة اطالة امد الصراع بالمنطقة تلك المرة في الجنوب اللبناني في مواجهة تنظيم حزب الله الذي نشر فيديو للقطات جمعتها طائرات مراقبة تابعة له لمواقع في اسرائيل بما في ذلك المواني البحرية والجوية لمدينة حيفا وذلك ردا على موافقة الجيش الاسرائيلي على الخطط العملياتية لهجوم على لبنان مع استمرار جهزية القوة الاسرائيلية في الميدان مع تصاعد حدة الخطاب بين اسرائيل وحزب الله والتي يمكن ان تؤدي الى حرب في المقابل يبدو ان زيارة المبعوث الامريكي الخاص الى لبنان اموس هوكشتاين لم تؤتي اكلها او تجدي نفعا رغم تأكيده ان واشنطن تسعى الى تجنب اندلاع حرب اكبر بعد تصاعد اطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على مدى الاسابيع الماضية واصفنا الوضع على طول الحدود بين لبنان واسرائيل بانه خطير حيث اوضح هوكشتاين ان حل نزاع دبلوماسيا بين حزب الله واسرائيل امر ملح فضلا عن ان وقف اطلاق النار في غزة قد ينهي ايضا الصراع على الحدود اللبنانية الاسرائيلية وفيما تؤكد وزارة الدفاع الامريكية من جانبها ان الولايات المتحدة لا تريد حربا اقليمية اوسع نطاقا في شرق الاوسط تستعد القيادة الشمالية للجيش الاسرائيلي لهجوم واسع نطاق على لبنان وتنتظر الضوء الاغضر على المستوى السياسي فهل تتحول المواجهات بين حزب الله واسرائيل الى حرب شاملة؟ ترجمة نانسي قنقر